اشتركوا في القناة 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 وده التدقيق الحقيقي اللي هو ما فوش رياء كأولاد لربنا يا حباي وروح القدوس ساكن فينا التدقيق بيبقى تلقائيا في حياتنا لأن عشان الإنسان يبقى مداقق عايز شعور تدريب ما بيجدوش على الضرار يصبح تانيوم إنسان مداقق عايز تدريب وعايز التزام وعايز أمانة عشان يبقى إنسان مداقق عشان كده يا حباي بيبقى تلقائي بعد فترة عايز شوية جهات زي أي فضيلة في حياة الإنسان عشان كده بيوصل إنسان حتى لو الناس مش شايفاه وهو الوحد ومفيش حد معاه بيبقى إنسان برضو مداقق مهم عنده إنه يبقى مداقق قدام ربنا لأن ربنا شايفه ومداقق قدام الملائكة الملائكة شايفينه قدام أرواح القدسين أرواح القدسين شايفاه هي دي لما نوصل لمرحلة دي يبقى تدقيق في حياتنا تلقائي وعادي خالص 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 يبقى نقدر نقول إن التدقيق هو إن الإنسان يكون حريص جدا بيحاسب قويس قوي مين اللي شايفه ومين اللي بيسمعه ومين اللي بتعامل معاه التدقيق هو تصرف سليم دايما الإنسان اللي بدأ يحاول كله تصرفاته سليمة تصرف متزن مع مش حاجة هاب هازرت كده يعني أي كلام لا التدقيق ما فهوش تبرير الأخطاء غلط يبقى غلط أصلح الغلط بتاعي لما أتعلم وأتعود وأتدرب لأنه بيصلح على الخطأ بتاعي فبقى فعلا إنسان مدقق ما بيسبش حياتي فيها غلطة أو فيها تسيب أو فيها تصرف مش سليم وبعدين أهمله لا التدقيق ما فهوش تراخي ولا كسل ولا إهمال التدقيق هو خطوة نحية الكمال الإنسان اللي بدأ كل ما يدأ في حياته بيتقدم خطوة نحية الكمال طبعا الإنسان عمره ما يوصل للكمال الكامل كمال نسبي الوحيد اللي هو كامل كمال كلي هو ربنا لكن احنا بنمشي نحية الكمال التدقيق هو خطوة نحية الكمال لأن الإنسان بيحاسب لاحسن يقع في غلطة لاحسن يقع في تصرف مش سليم لاحسن يقع في حاجة صغيرة لما توصل أنك أنت تحاسب أنك أنت تقع في غلطة صغيرة يبقى أنت ماشي أنت تراك صح لأن الإنسان اللي حاسب الغلطة الصغيرة مش ممكن يعمل غلطة كبيرة مش ممكن لأن لو أنا بعمل غلطة صغيرة وبحاسب نفسي عليها وبعدين بحاول أصلحها يبقى مش ممكن أبداً لو جاد قدامي غلطة كبيرة مش أعملها لأنني ما رضيتش أعمل غلطة الصغيرة يعني مثلاً من أجل التدقيق ما أقعش في خطوة بالفكر وأنا بفكر في خطوة ما حد شايفني مظبوط لو قلت على إيه اللي بعمل وإيه اللي بفكر فيه ده لأنني عملت كده وحاولت أنا ما غلطش بالفكر يبقى مية في المية مش هغلط بالفعل مية في المية لأنني ما غلطش بالفكر يبقى مش هغلط بالفعل عشان كده هي دي سلامة بوي أختيت أبي إلى باقي يعني قالولي أني بالرجوع لسفر الأمثال أصحح 23 نتكلم عن الموضوع النهاردة اللي هو التدقيق طبعاً اللي تاخدوا كده هوم ويركم وفضلكم لما ترواحوا تقروا أمثال 23 مش هغلط نقرأ كله ونتكلم عنه كل طويل وإلا هنقعد لغاية بعدين يعني لكن هناخد كده بعض المقتطفات منه وبعدين في الآخر ناخد بعض التطبيقات العملية إزاي نعيش حيات التدقيق في حياتنا العملية اليومية مفقين؟ قبل مكمل ناخد كده هو هولي الآية من أمثال 23 ونشوف إزاي تطقيق فيها نتعلمه ونشوفه إزاي أول آية في الأصحاح عباية بتقول إيه إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا إذا جلست تأكل مع متسلط متسلط يعني إنسان زو سلطة مع مثلا وزير مدير رئيس جمهورية ملك حد ليه سلطان يعني حد ليه مركز فلو عادت معاه بيقول لك أنه سليمان الحكيم بيقول لك لو عادت تأكل معاه تأمل ما هو أمامك تأملا شوف أنت بتعمل إيه ما تتفرحش بالواجبة وتأكلها وخلاص لا لازم فيه بروتوكول إيه البروتوكول ماذا التدقيق بقى بروتوكول لازم ألتزم من البروتوكول لأن فيه تدقيق مش كده طب إيه البروتوكول بقى عادينا أكل إيه المشكلة لا معلش هنرمحن الحكاة دي هنرمحنها شوي لو كان الجلوس على المائدة بتاعة المتصلت ده هو أو الملك ده هو المسؤول ده أو الحاكم ده هو أو السلطان ده هو أو الملك ده هو أي واحد من أصحاب الرتب دي كلها لازم يكون لي اعتبار خاص صعيب بتاكل مع المسؤول ممكن يكون المسؤول ده قريبك ممكن قريبك صديق قريب منك وكل حاجة لكن ده من نعش قبل أنه هو مسؤول وبعدين الكتاب بيوصينا كده وبيقول الكرامة لمن له الكرامة الإنسان اللي هو بتاكل عنده ده هو العزمك ده هو ده إنسان برضو ليه كرمته وإنت كمعزوم عنده كضيف عنده لازم تحفظ له إيه كرمته وتباشر الحكاية سنفسه يعني يقول لك لا لا بارفعه كل فبحر ناكل يا أخي حتى الأكل برضو لازم يكون فيه نوع من التدخيق برضو تحترمه تديله كرمته تديله الاحترام بتاعه وكل حاجة صعب أن ناكل معاه لكن فيه تقدير معين فيه مواد معينة لكن فيه تقدير أيضا معين الكرامة لمن له الكرامة ما ترفعش الكلفة ما ترفعش الكلفة وخلي بالك أن ده لي مركز واحترامه برضو طب إيه ملها دي ملها دي يا واحد إيه يعني ما هو الواحد يأكل هتعزم عند الملك كل يوم آه بنتعزم بقى عند ملك الملوك خلي بالك بقى ده خلنا فجاد لو أنت قاعد على مائلة الكتاب المقدسة حبيبي وده ملك الملوك بتتغزم من كلمة ربنا بتقرأ كلمة ربنا بتأمل في كلمة ربنا في تدقيق ولا هل يجوز نقرأ إنجيل وإحنا نايمين مثلا واحد من السطح يدور الإنجيل ولا إحنا قاعدين كده هو قاعدة مش كويسة ولا قاعدين براحتنا بنشوى كوباية شاي ولا حاجة ما يصحش التدقيق التدقيق نقرأ الإنجيل إزاي إزاي نقرأ الإنجيل واحد قدام مائدة الكتاب المقدس مائدة ملوكية كلام ملك الملوك مش أنت قاعد مع ملك لأ ده أنت بتقرأ كلام ملك الملوك اللي خلق الملوك كلهم واللي بيدير الملوك كلهم واللي يمشي الملوك كلهم واللي أي أقام الملوك كلهم وانت على مائدة الكتاب المقدس كلام الله بتقرأ إزاي بتقرأ بسرعة بترى كده خطف مفهمتش حاجة تاديت واجب احنا بنعمل إيه بالزغط في الكتاب المقدس بيقولك إنه هو خلي بالك تأمل ما هو أمامك تأملا تأمل ما هو أمامك تأملا تأمل في كلام الله بتروش بسرعة رأى بتأني وعيد الكلمة مرة واثنين وعيد الآية مرة واثنين إذا كنت قدام مائدة ملك الملوك اللي هي كلام الله بصوا كده أقول لكم بعض الآيات تورينا قديك كلام الله ده هو فعلا زي ما يكون قاعد قدام مائدة وبتغزى منها روحيا يقول كده هو بفرائضك أتلزز مزمور مية وخمسطاق مية وتسعتاشر مزمور الكبير فرائض الله اللي هي إيه الوصية الكتاب المقدس الواحد يتلزز بيه والاحد اللي ما يتلزز بيه يتلزز بيه بالآكلة بتأكل حال الله الأكلة دي لذيذة كلام ربنا لذيذ تتمتع باللذة اللي فيه اللذة الروحية تتمتع بكل كلمة فيه بتبني فيك إيه بتغير فيك إيه هو ده اللي تتأمل فيك تأمل تأمل في اللي قدامك تأمل تأملا يقول كده ما أحلى قولك لحنكي ايه الحنك في حد سعيدي هنا الحنك هو ايه الفم كويس يقول كده ما أحلى قولك لحنكي أحلى من العسل لفمي كلام ربنا أحلى من العسل كلنا دوقنا العسل طبعا مش كده كلام ربنا أحلى من العسل هل وانت بتقرى الإنجيل عندك هذا الشعور ولا ما عندكش ولا بتقرأ كده كل شيء كان زي أي حاجة كده يقول كثهو في آية تانية تلزز بوصيات التي أحببتها هل أنت فعلا بتحب بوصيات ربنا ولا عايز بوقت الإنجيل ليخلص بسرعة وخلاص تلزز بوصيات آية تانية أحكام الرب حق وعادلة أحلى من العسل وقتر الشهاد كل ده يتعلق بالمائدة احنا بنتكلم على ايه لو عدت على مائدة ملك طيب ده احنا عادين على مائدة ملك الملوك كل الكلام ده هو عن كلام ربنا عن كلام ربنا أحكام الرب اللي هي الوصاية حق وعادلة أحلى من العسل وقتر الشهاد وجدت كلامك فأكلت ده أرمية اللي قال مش مزمور اللي فاد ده كله بزمير لكن أرمية بالذات أرمية معنا أرمية ده كان عايش عايشة صعبة جدا لكن ما كانش بيلاقي أبدا راحة غير في كلام ربنا يقول وجدت كلامك فأكلته طيب أكلته ليه أرمية هو اللي بيشبعني هو اللي بيعزيني هو اللي بيخليني وسط الدقيقات اللي هو بمر بها دي هي هو الكلام ربنا اللي بيريح بنحتاجح بقى نفهم كلام ربنا عشان نتلزز به نرى على مهلنا بنرهوش كده في تسرع وفي سرحان ولا حاجة زي كده في مائدة تانية برضو رحية بنقعد قدامها مائدة تناول جسد المسيح ودمه دي مائدة تانية هل بنتأمل في التناول ده هو أنا رايح عمليه النهاردة يوم الحد ولا اليوم اللي بتصلي فيه الأداس أنا رايح أتناول بتستعد هل بتستعد ولا كل شيء كان الواحد يسط ويشه وشوات ماية ويطلعك التانية على طول فيه ناس كتيرة جدا تنزل من العربية على التناول ومن التناول على العربية انت قاعد يا حبيب قدام مائدة ملك الملوك قاعد قدام مائدة جسد المسيح ودمه اللي بزالهم عشانك من أجل خلاصك من أجل فايدتك من أجل أنت تكون معاه في السماء مائدة رهيبة مائدة محيية مائدة تدي لك حياة أبدي مائدة لها فاعلية في حياة كل إنسان لو خدها باستحاق فعلا يقول كده أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيى إلى الأبد أحد ما تكلم عليه يا حباي النهاردة ما تكلم عن إيه التدقيق كل ده هو يوصلنا للتدقيق المسيح بيقول لك وبيقول لك وبيقول لي أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيى إلى الأبد طب الأكل يحيني إلى الأبد ده هو مش عايز برضو إن أنا أتأمل فيه تأملا زي ما قال سليمان الحكيم في أمثال 23 أتأمل تأملا من يأكل جسد يوشرب دمي فلعه حياة أبدية طب الأكل ده هو اللي هي ودينا الحياة الأبدية عايز أستعدله والأكله زي ما أكون بأكله سندويتش أو أي وجبة عادية الأكل اللي هي ديني الحياة الأبدية الأكل هو جسد المسيح ودمه عايز إيه التدقيق يا حباي من كتر ما احنا بنتناول أحيانا ساعات بتبقى زي عادة عندنا أنا راح كيسة ناو طيب استعديت اعترفت صالحت الناس في خصام بينك وبين حد عملت إيه للتناول عملت إيه للمائدة المهمة دي عملت إيه لعشاء الرباني ده هو عملت إيه لجسد مسيح ودمه تدقيق حياة التدقيق يا حباي جسدي ما أكل حق ودمه ما شرب حق هل وانا بتناول فعلا جسد المسيح بقول فعلا ده جسد المسيح دي مش أربانة ومش بشرب خمر بشرب دم المسيح هل وانا بتناول وانا رايحة تناول عندي الإحساس ده في تدقيق في الحتة دي ولم كتر وانا بتناول بيت الحياة عادية عادي فيش حاجة في مشكلة فيش مشكلة المشكلة لو أنا مدققتش عشان كده أقول رسول اللي يأكل جسد المسيح ويشرب دمه بدون استعقاق يأكل ايه دينونة لنفسه دينونة دينونة هنخلي بالنا يا حباء من يأكل هذا الخبز فإنه يحيي إلى الأبد نحن دينوة نحن نأكل نحن نأكل جدا 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 للأكل بتاعنا ونشوف الأكل الصحي ونروح للديوتيشن وننشوف نأكل إيه وما نأكل شيئه ونأكل قد إيه ونوزن بالجرام ونوزن بالملجرام الحاجات ده كلها عشان الجسد وجسد ده في مسيره فين في الآخر في التراب طب الروح اللي هي خالدة هل بدقق عشان خاطر أديها الغذاء الطبيعي السليم اللي يعاهلها أنها تقوى في السماء ولا باكل أي كلام يبقى المائدة اللي هو بيتكلم عنها سليمان الحكيم في سفر الأمثال يأمل مائدة الكتاب المقدس يأمل مائدة الربانية العشاء الرباني ما تسرعش يا حبيبي في الكتاب المقدس ما تسرعش فينك أنت تتناول من غير استحقاق لو سمعت آية تانية في أمثال 23 لا تتعب لكي تصير غنيا كف عن فطنتك الفطنة اللي هي الزكاء بلاش تبقى زكي في عين نفسك ما تبصش نفسك أنك أنت أحسن واحد في الوجود يعني ده يقولي زي الرسول بعلمه وبروحنياته يقولك أنا ما أنا لكن نعمة الرهل اللي فيه أنا ما أنا أنا ولا حاجة يقولي زي الرسول ده أنت كتبت رسائل 14 رسالة لغاية نهاردة 2000 سنة بندرس وكل ما ندرس فيها ندوخ أكتر من العمق اللي فيها والجمال اللي فيها يقولك أنا ما أنا أنا ولا حاجة خالص أنا ولا حاجة خالص ما تعتمدش يا حبيبي أبدا على ذاتك على قوتك على علمك على ذكائك لأن كل دي عطايا من ربنا تعتمدش عليه كف عن فضنتك لا تتعب لكي تصير غنيا ناس كتير جدا يجاهدوا بكل قوتهم وبكل الطرق سواء غلط أو صح عشان يحصلوا على الفلوس دول بيكتهدوا عشان يكونوا أغنياء في ناس أغنياء من طبيعة شغلهم خلاص يعني عندهم دخل كفاية ومفصوطين حلو خاص لكن هنا بيحذرنا من لا تتعب لكي تصير غنيا لو ربنا غناك حلو خالص شغلك بيدي لك تعبك بيدي لك عادي حلو خالص بروفادك أن أنت بتدي العشور بتاعتك وبتساعد الفقر والغلب والحاجة دي كلها طبعا لكن في ناس كتير جدا بيتعبوا عشان خاطروا أغنية بطرق مختلفة بيخلوا المال هو المعبود بتاعهم عشان كده حتى ربنا يسوع المسيح يقول لك كده ما تقدرش تعبت سيدين الله والمال حط المال زيه زيه ربنا كده لأنه فعلا ممكن الإنسان يبقى عبد للمال ممكن جدا يبقى عبد للمال يجمعوا المال بدون شابعة في ناس كترة جدا جدا مش هنا طبعا برا هنا فيش حد أنا متأكل لكم غلابة أنا متأكل من دي لكن بتكلم فيه ناس كتيرة المال عندهم حاجة مهمة خالص 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 يجمعوا المال بدون توقف لكن دقا يا حبيبي في حياتك هل جواك فيه رغبة أنا كنت تصير غني بتجتهت وبقى غني تصير يا بصي فينه أنت أنا عايف ليه بس ما ربنا ما خلقنيش واحد من دول صعبة دي مش بتاعتنا دي دي مش بتاعتنا ربنا خلقك كده حلو عشان المال لم يشغلكش لأن اللي عنده مال كتير يشغله يشغله هل جواك اتكال على المال أنا بص أنا عندي ألف طب أنا عايزهم يبقوا ألفين وأفضل هشترعش عم بيقوا ألفين وبعدين بيقوا ألفين هشترعش يبقوا ثلاثة هل الحكاية دي موجودة جواك ولا هل بتتكال على المال آه أصلا بأمن تأمن إيه قال له إيه في هذه الليلة إيه ها بعد وما بدل مخازن وعمل قال له في هذه الليلة تأخذ تأمن إيه كل حكي فيه ضربنا طول ما تجد ربنا لا هتجوع ولا هتعتش ولا هتتعرق ولا حكي أبدا من دا كل مش ممكن أبدا مش ممكن سبع ربنا حبيب سبع ربنا بصوا الآية اللي حفزانا كلنا محبة المال إيه طيب وفي آية تانية في مزمور تقول إيه إذا زاد الغنى فلا تضع عليه قلوبك لو أنت ربنا دا لغنى ما تحطش قلبك على الغنى ده وتفضل عايز تحافظ عليه عايز تستثمره وعايز تزوده ويشغلك كلام ده هو عن ربنا وعن عبادتك خلي بالك خلي بالك يبقى لا تتعب لكي تصير غنيا لا تتعب دقى بقى أنت إيه مركز المال في حياتك مركز الماديات في حياتك ركز كويس قوي في الكتاب مقدس فيها مثيلة كتير يا حبائي للحكاية دي في واحد اسمه جيحة زي تفتكروه تلميذ مين إليشا تلميذ إليشا كويس جيحة ده هو لم يدقق ما دقاش ما تعلمش من سيده ومعلمه إليشا النبي لكن جيري وراء نعمان السوريان نعمان السوريان ده كان رجل عنده برس بعيد عنكم وبعدين راح عند إليشا يصليله وفعلا صلى له إليشا وراح تستحمى في الأردن والحاجات ده كنتوا عارفين قصة كلها وحب طبعا النعمان السوريان ده هي يدي حاجة للإليشا ولا يتبرع ولا يدي زبيحة ولا حاجة رفض كل حاجة لكن جاء حاجة ما دققش في الحكاية ده ما تعلمش من معلمه طب أنت بسيط لمعلمك وشفته ما خدش حاجة تعمل زيه ولا تعمل حاجة تاني من وراء راح من وراء سيده طبعا وجيري وراء راجع نعمان السورياني واختلق قصة كده عجيبة خالص وجاب منه شغية فلوس وشغية فضة ولسان دهب ولسان دهب يعني حت الدهب كبيرة كده هو ورجع بيها وإحنا عارفين بقى القصة ما دققش ما كانش فيه ذقة في حياته ولا أمانة أنت شفت معلمك ما خدش فلوس ما تعلمتش ليه ما أنت تلميزه مفروض تدقق عشان تتعلم منه ما تعلمش منه في واحد تاني اسمه عخان بن كرمي عارفينه كلنا سمعنا سمعنا عنه عخان بن كرمي ده هو برضه طمع في أكتوب كده حرير حلو وكده حرير طبيعي حلو خالص جميل خالص واللونه حلو وشوية فضع كده هو وشوية دهب وخدهم وخباهم في الخيمة بتاعته ما دققش ضميرك فين وبعدين شعب بن اسرائيل اللي أنت منهم في حالة حرب ده وقته تروح تدور على هدوم دهب على هدوم محرير وفضة ودهب وخدهم وخباهم لأنه ما دققش يا حبائي شعب بن اسرائيل كله اتهزم قدام مدينة صغير اسمها ايه عاي قاله في وسطك ايه حرام يا اسرائيل واحد بس في الشعب كله ما دققش كان سبب نكد لمين في الشعب كله ما تقولش أنا مالي لا ما تقولش أنا مالي احنا كل واحد فينا حبائي عضو في جسد المسيح عضو في جسد احنا مش احنا مش مفاصلين احنا مش اندفديو أبدا أبدا حبائي دقق حبيبي يفحص في قلبك كويس قوي قوي اذا كان فيك محبة المال او الاتكال على المال او اذا كان فيك اتكال او غرور بزكائك او شطرتك او قوتك خلي بالك دقق في الحاجات دي كويس او اقول انا ما انا زي ما قالك كذب قولي السرس اقول انا ما انا تفحص قلبك كويس قوي ان كان فيك محبة المال او التكال على المال طلحها من قلبك بسرعة طلحها من فكرك بسرعة طلحها من حياتك بسرعة لا ده هو عدم تدقيق ده عدم تدقيق آية تانية في امسال ثلاثة وعشرين بتقول لا تأكل خبز ذي عين شريرة لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي اطيبه تاكلش مع الناس اللي هم يعني مش متفقين معك في المبادئ او في مبادئك يعني احنا بنحب كل الناس حبيبي بنحبه حتى الاعداء بنحبه مسيح وصلنا كده على حبوا مين عدائكم برضو بنحبهم كويس لكن برضو ربنا يدينا كده حكمة ازاي نتعامل معهم طيب بنحبهم طيب بس نتعامل معهم ازاي الله اللي هو مزخرة فيه كل Robot كلكنوز الحكمة والعلم زي ما قالينا بوليس الرسول هو اللي يرشدنا ويعلمنا ازاي نيتعامل مع الناس دول ازاي نيتعامل معهم نيتعامل في مواقف معينا ازاي ازاي ما نشتركش معهم ولا هم هن يشتركوا معنا في إيماننا مش مشتركين معنا في إيمان بعيد عن إيماننا بعيد عن سلوكنا بعيد عن مبادئنا طيب ازاي نشترك معهم وناكل معاهم ونشرب معاهم ازاي التطبيقنا نخلي بالنا قويس إذا جدا أحباي إن احنا مش كل شركة هي شركة نجح مش كل واحد يقبلني يبتسم معايا شوية ولا أعمال لي خدمة ولا حاجة يعني طمن له قوي وأعود أكل معاه وأشرب معاه وممكن جدا أكثر بعض المبادئ عشان أجمله في ناس كترة جدا 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 تكسر السيام مثلا عشان خاطر يأزم واحد يقولك أنا ده ضيف ربنا وصع لسابع جار والحاجات ده كلها المبادئ اللي احنا عارفنا ده كلها ده مش بتاعتنا خالص أكثر سيامي عشان خاطر أقعد مع حد حتى مش من إيماني ما هوش حارفي حتى أنا صايم ليه مثلا يعني أنا بقول مثلا خلي بالك من الحتة دي كويس قوي إحنا جميلهم وكل حاجة لكن من غير ما ندنهم ومن غير ما نكرههم خلي بالك مش كل شركة هي شركة نجاحة وكويسة مش كل اختلاط هو اختلاط مفيد مش كل اختلاط يفيدك خليك حكيم وخليك مذاقق في علاقاتك ومعاملاتك مع الناس ورسول جدا كل أشياء تحل ليه لكن ايه ليست كل أشياء توافق كل أشياء تحل ليه لكن ليست كل أشياء تبني مش كل حاجة تبنيني لا مش كل حاجة توافق مش كل حاجة توافق مش كل حاجة تبني مش ممكن أبدا دقق مين اللي ممكن يساعدك ويشجعك على طريق ربنا هو ده طيب ما كلش ولا صاحبش ولا قربش من الناس اللي بيعدون عن ربنا في ناس كتيرة جدا جدا تعبت خالص لما تصحبوا مع الناس بعاد عن ربنا وشدوهم بره بره كنيسة خالص وبره ربنا خالص دقق أحبائي في الصدقات بتاعتنا دقق كويس قوي تمشي مع الانسان اللي شجعك على طريق ربنا تمشي مع الانسان اللي هو يروح معك في الطريق الصعب يدخل معك في الباب الديأ هو ده هو ده اللي تمشي معه فاكرين دانيال دانيال عمل ايه ده كان تحت الاوامر انه لازم يأكل من قطايب الملك مظبوط ده لازم ده دايد معين ولازم عشان بهلثي ويقول لازم تبهلثي أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بقطايب الملك ولا بخمر مشروبه لا يتنجس بقطايب الملك ولا خمر مشروبه مرضيش يا شخص لا قالوا ده عم المعروف كل ده هيضيعنانا هتضيعنانا قالوا لا جربني اديني الاكل القطاني ده هو والمية ويشوف انا هبقى صاحتي شكلاي ورفض رفض معنى اوامر الملك وفيها مسئولي لكن رفض تاكلش خبز زي عين شرير ده ما زبح من الاوسان الاكلة هيكلوه لدانيال ما زبح الاوسان ازاي اكل من المزوح الاوسان ده ومرضيش ياكل ده تاكل ايه وتشرب ايه وتعمل ايه كل ده اية تانية في امثال 23 طبعا انتم عارفين انا بطور عليكم كالمعتاد يعني مش كده انتم عارفين حكاة دي فانا واخد راح تمتك على الحكاة دي بطور زي ما انا عايز يعني الوباب ما اقفوا هناك اية تانية تقول ايه لا يحسدان قلبك الخاطئين بل في مخافة الرب اليوم كله بتحصل فحاتنا كتير الحكاة دي اوي حبيبي يقول لك شايف لا بيروح كنيسة ولا يعرف ربنا ولا عنده ضمير وناجح مش كده بنقولها كتير قوي وبنشوفها فعلا يعني ده مش خيال بنشوفها فعلا في ناس بعيد خالص عن ربنا وبعيد خالص عن المسيحية وبعيد خالص عن كل شيء ملحدين والاخر لكن نجحين وفلحين ونبصلهم كده ونقول اش معنا احنا واحنا اللي عملي نروح الكنيسة ونسمع وعزة ونهضة وونا يععد يطول في الوعزة ويطول في القداس ولي 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 ودي في الآخر ما فيش حاجة ايه رأيكم في الحكاة دي كلكم سكيتوا كتير اسم السليب عليهم حبايبي الاشعار النجاح بتاعهم مؤقت وده اللي اللي بيقولوا كتاب يا حباي بصوا فيه مزمور مزمور 37 انا قلت لكم الشهاية بتاعه عشان تقروا كل ما تقل لكم الهجمة دية مش معنى دول اقرأ مزمور 37 بيقول ايه لا تغر يعني ما تغرش من الاشرار ولا تحسد عمال الاسم ليه فانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العجب الاخضر يذبلون ليهم عمر ليهم حدود مش يفضر كده مزهزهين على طول مبسوطين على طول فرحين على طول مزقطتين على طول لا طوبة لكم أيها البكون ليه لكم ستفرحون بعدين احنا البكون بقى اللي احنا ما عندناش الزهزه بتاعت الاشرار دول هنفرح بعدين والعكس صحيح ان المزهزه هدلوقتي هيعيض بعدين طب احنا عرفين طب عرفين هو طب زعلوا ليه طيب زعلين ليه طيب لكن انت حبيبي دق واتكل على ربنا كويس حتى لو مري بشوية دقات ربنا يرفح عنك ولغاية ما يرفح عنك هدي لك احتمال مش ممكن هيسيبك مش ممكن لان ربنا ما خلقناش عشان يعني يعني ما خلقناش عشان نتعذب ممكن نتعب شوية في العالم وقالنا كده هو ما ما تحكش عين ما في العالم هيبكنا عندكم سجادة حمرة لا 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 في العالم سيكون لكم طيب هو معنا في الضيق ولا سيبنا هانا معكم كل الايام وإلى انقضاء الظهر يبقى ما سيبناش ومش هيسبنا وربها لما يوعد مش ممكن هيخلف مش ممكن هيبطل مش ممكن أبدا عشان كده العلاج يا حباي احسب وقوعة تنسى عمار ربنا معك احسب عمار ربنا معك زمان كانوا بيقولون كده هو احنا في مدرس الاحد زمان من حول 200 سنة ولا حاجة كده كان بيقولون تجيب نوتة صغيرة وكل ما ربنا يعمل معك حاجة ويساعد ك في حاجة اكتب ها لما تيجي في وقت دقيقة هات النوتة دية وبص فيها بص فيها هتلاقي عمار ربنا كتير متعددة وحاجات يمكن ما تفكر ش هتتحل ابدا وتتحل عشان كده يريت وبعند لنا التدريب ده كل ما ربنا معك حاجة كويسة من فضلك ومن فضلك اكتبوها اكتبوها لو بتيجي وقت التحريق دية وقت الديقات دية افتح النوتة هتلاقي انا ربنا بيشتغل معك يشتغل معك في حاجات كتيرة خالص هتت رجاء كله على ربنا يقولك كده المزمور يكمل المزمور هو سبعة وثلاثين ده هو طب ايه الحال بيقولك ما تغير ش من الاشرار ما تحسد عمال الاسم طب بنعمل ايه اتكل الخير هو اللي متضايق ليه لانا بيحس بدقة الاخرين لكن الانسان اللي هو فرحان كده ومزهزة ولا يهم ما هموش لكن مين انا فاك مر زمان كان فيه مشروع في الكنيسة كده وبعدين كان فيه كابل كده ربنا يديهم الصحة وطول عمرهم كانوا كل شوية ييجوا يحطوا كده حاجة للمشروع اللي ابنمالو في الكنيسة ده وبعدين في يوم اليام هما الاتنين طلعون من الشوكل طلعون من الشوكل بقوا برا وما فيش شوكل فجوم في يوم شغالين شئلة كبيرة كده هو كانوا جايبين لنفسهم وبعدين قالوا خد دي عشان ده نصبنا بقى لغاية ما ربنا يعني يفتح لنا بشوكل نبنرجع نسدد اللي علينا تاني وكانوا عايشين فرحانين امت كيتش ماشين ده جايبين لسه ما رسو عملو هاش جلسة جديدة بالصندوق بتاعها لكن شوف امت القلب تفدح طب ده انتوا محدش يلوم كم ده انتوا خرجتوا من شو انتوا الاتنين لكن هو ده القلب القلب المتدايق يحن ويعطف ويد لكن لكن قلبي شبعان يمكن ينسى ما تزهقش ابدا منك انت محتاج في يوم اللي يام ابدا ابدا ركز في المراس الابدي ركز في المراس الابدي يهون عليك كل التعب اللي على الارض ركز انت هتروح فين بعدين انت عايش تروح فين بتاعك فين كده تستريح لكن لو عدت يا الدنيا دي وشوف تعمل ايه وده مبسوط وده فرحان يعني هكده تتعب تتفتح كده قدامك ابواب السماء وتعيش وانت فرحان مبسوط ومتطمن يا ما ناس عايشة بساطة شديدة جدا وفرحانين خالص 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 نسينا البواب بتاع مصر البواب كان احسن واحد في العمارة كلها سعيد مظبوط عايش على البقشيش مظبوط مظبوط ولا احنا البهوات اللي ساكين في الشقق ساعات كنا بين الداية لكن البواب اللي ساكن تحت السلم وسبع عيال تحت السلم وبيعيش على البقشيش شلن شلن ده 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 اختفى ده ده ناس ما احنا عارفين طبعا الحاجة ده كل كان هو اللي مبسوط ما تحسنش الخاطئ وما تبصش كده لعمال الاسم لكن تكي العرب الاية اللي جاية هي اية مركبة شوية بتقول ايه برضو من امثال 23 لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين اجسادهم لان السكير والمصرف يفتقران السكير والمصرف اللي بيبعزق فلوس زي اللي بيشو بخمراء طبعا مفيش هنا حد بيشو بخمراء متأكد من دية كويس قوي لكن الاية بتقول كاب وهقول دلوقتي ليه اخترت الاية دي بالذات ومعا اية تانية اللي بعديها برضو على طول اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر امك اذا شاخد الايتين دول احب اتكلم فيهم الاتنين مع بعض ليه دول اصلهم ليهم قصة مع جماعة اسمهم بالركبيين القصة دي جات في 0 هرى لكم القصة انتوا راكوا حاجة تانية اردع طيب بكرا اجازة كمان صايف خلص بس في ايام الو يكلم اللي يكلم ارمية هو مين مين يكلم ارمية ربين الكلام التي صارت الارمية من قبل الرب من قبل الرب واضحة خاصة في ايام يهو يقيم من يوشية ملك يهوزة قائلة اذهب قالوا لكم من هنا اذهب البيت الركبيين وكلمهم وادخل بهم الى بيت الرب الى احد المخادع واسقهم خمرا ربنا بيقول الارمية خد الجماعة دول وخش بيهم بيتي في حتة معينة مش قدس الاغداس حتة بر زي قاعة مثلا واسقهم خمر فارمية عمل سمع الكلام يقول جعلت امام بني بيت الركبيين تصات ملآن خمرا سمع الكلام ربنا جاب الركبيين دول ودخلوا من حت اللي ربنا قال له عليها وبعدين جاب لهم تصات ملآن خمرا ما كيف يظهر ما عرف ما كيف بيش 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 ايام هم ولا دلوقتي ما عرف ش فأنا وجعلت امام بيت الركبيين تصات ملآن خمرا وأقداحا وقلت لهم اشربوا خمرا ده ارمية اللي هو نبي الله بناء على تعليمات من ربنا بيقول الجماعة دول اشربوا خمرا كويس فقالوا هيردوا يقولوا لنا اشرب خمرا ده من اشرب ليه لأن يونداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا لا ساشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد ده يونداب ده ابن ركاب اللي هو أبوهم ده ده كان مات من زمان هما ناس كبار وعجزوا يعني مات من زمان من سنين طويلة جدا يعني ممكن يعني هم مش معانا كويس يجمل الكلام ويقول فسمعنا لصوت يونداب ابن ركاب أبينا في كل ما وصانا وأن لنشرب خمرا كل أيامنا نحن ونسائنا وبنونا وبناتنا أبوهم مات من زمان ومش معاهم لكن هما حفظين لسه مدققين في اللي قالوا أبوهم اللي قالوا أبوهم ماتش مع أبوهم لسه موجود ولي بيكلمهم نبي الله لكن هما مدس محفظين على إيه اللي علمه لهم مين أبوهم تدقيق تدقيق مظبوط فسمعنا لصوت يونداب ابن ركاب أبينا في كل ما أوصان به قال لنشرب خمرا كل أيامنا نحن ونسائنا وبنونا وبناتنا وسمعنا وعملنا حسب كل ما أوصان به يونداب أبونا والغاة دلوقتي مم بيقول والغاة دلوقتي احنا بنسمع كلام أبونا مفيش مخلف ولا أي حاج وقال أرمية لبيت الركابيين هكذا قال رب الجنود الله شوف المكافأة بقى جاية مكافأة التدقيق وقال أرمية لبيت الركابيين هكذا قال رب الجنود الله إسرائيل من أجل أنكم سمعتم لوصية يونداب أبيكم وحفظتم كل وصاياه وعملتم حسب كل ما أوصاكم به لذلك هكذا قال رب الجنود الله إسرائيل لا ينقطع ليونداب ابن ركاب إنسان يقف أمامي كل الأيام مقبولين قدامي ربنا بيقول كده مقبولين قدامي مكافأة مكافأة التدقيق مكافأة التدقيق ربنا طبعا أصل بالحكاية دي يعلمنا الدرس بتاع التدقيق برضو والطاع عشان كده جبنا لأيتين دول مع بعض ما تشربوش خمر ولازم كمان تسمع كلام أبوك وما تحتقرش أمك ده كلام بيقول كل واحد فيه لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين أجسدهم لأن السكير المصرف يفتقران اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخد تدقيق هأرى لكم من نفس الأصحاح هأرى لكم بعض الآيات عن الخمر برضو عشان في ناس كتيرة كان حد جاء قال لي في آية بتقول ما تشربش خمر في إنجيل في عشرات الآيات لو عايزين نقعد نكمل بس نخلص على عيد العدرة الجاي بيقول لمن الويل ذا الكلام عن الخمر برضو لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوق لا تنظر إلى الخمر إذا حمرت إنها تظهر حبابها في الكأس وساغت مراقرقة في الآخر تلسع كالحية وتلدع كالأفعوان اللي بيشرب خمرها ده بقول ياسك مبسوط ده في الأول لكن في الآخر ايه تلسع كالحية وتلدع كالأفعوان هميش بقول الكلام ده عشان في حد هنا بس عشان لو حد قابلكم وقال لكم فيها حاجة لما نشرب خمرها تقولوله تلسع كالحية وتلدع كالأفعوان معنا معنا شكرا طيب في آية تانية أردنا أنخلص ما تخافوش فضل يحاول بتاع ساعتين ولا حاجة ما نخلص يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عينك أطرق برضو في أمثال ترتا وعشرين اهتاء القلب ده عايز تدقيق برضو أنا قلبي فين قلبي مع مين عشان عشان كالك بقول لأبني أعطينا قلب الحاجة الوحيدة حبيبي اللي هي طلبها الله من منك حاجة واحدة بس لا فيش غير قلبك ماشي يديني فلوسك ولا يديني أملاكك ولا يديني جهدك يديني قلبك ليه يرد برضو في سفر الأمثال في صحة 4 يقول كده لأنه فوق فوق كل تحفظ أحفظ قلبك ليه يا رب أحفظ قلبي من كل تحفظ ليه أحفظ قلبي لأن منه مخارج الحياة من القلب تخرج المحبة مظبوط لك رب يحبك من قلبي يا فلان مظبوط من القلب تخرج المحبة والحنان يخرج منين من القلب بره المشاعر الحلوة تخرج منين من القلب برده ده السيد المسيح في العزع الجبل قد اعتباره مهم جدا وبير جدا ولقب كبير جدا من أجل هذا القلب يقولك توبة لأنقياء القلب ليه إيه المكافأة دي يا رب الإنسان اللي ناقي يشوفك آه طبعا مش يشوفه بالجسد لكن تشوف ربنا في أعماله معاك مردت يقولي ربنا نسيني لو أنت قلبك ناقي عمرك ما تشوف إن ربنا نسيك مش ممكن لو قلبك ناقي لكن لو قلبك فيش هواية حاجات متدائما حد زعل من حد مخاصم حد بتحقد على حد أي حاجة من الحاجات دي مش تعرف شوف عمل ربنا مهما ربنا عمل معاك مش هتحس لو أنت انشغلت بمشاكلك وعملت ركز مشاكل 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 مشغول المشاكل وربنا عمره يشتغل عشان يحلك المشاكل لكن للأسف انت مش فاضي ليه انت مش شاكل في يد ربنا هو قال كده مع التجربة يعطي المنفذ بس انت مش شاكل في يده مش شاكل في المنفذ ليه لأنك مشغول بتفاصيل المشكلة بالضيقة اللي انت فيه مشغول بالحاجات دي توبل انقيها القلب يعينه الله تشوف ربنا وهو معاك ايله معاك اعماله معاك تشكر وكل ما تشكر يزود عمله معاك كل ما تشكر كل ما يدي لك اكتر كل ما يدي لك هبات اكتر وعطايا اكتر ومواهب اكتر يدي لك ايمان اكتر يدي لك سلام اكتر لأن السلام ده هو الهب الربان دهان قال لك السلام يعطيكم السلام اترك لكم التدقيق مهم جدا احبايا في الحكاة دي ان القلب يبنقي مفهوش مشاعر اللي بتكره حد ولا بتحقظ على حد ونازع الأمن حد ولا تخاصمها لا 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 ما فيش حاجة منه كله ابدا تحفظ القلب من اي مشاعر غير نقية تحفظ القلب من اي حاجة تثير خطية فيك ايا كانت الخطية تحفظ قلبك من اي نظرة مش بط مش كويسة اي كلمة مش كويسة اي فكرة مش كويسة خلي قلبك ده في استمرار نقي خلي قلبك دايما نقي من كل شاء ومن كل فكر وخلي دايما قلبك يرضي صلاح الله لو اعطيت قلبك لربنا مش ممكن تفقده مش ممكن تفقده محفوظ عنه ده ربنا اختار قلبك بالذات عارفين ليا حبيبي استغرام من الآية اللي جاية دي يقول كده اجعل نوميسي في ازهانهم واكتبها على قلوبهم ربنا اختار قلبك ده عشان يحفظ فيه كلامه قلبك ده هو المكان لربنا يستأمنه عشان يتحفظ فيه كلامه هادي قلبك تيجي تقولي بقى اقره به اقره بالقلب ده انا بقره فلان وبحبش فلان وبطيقش فلان وكده دمت قلبك ومش عارفه مش عارفها مش عارفه بطل فيشه ازاي بس ازاي ازاي اجعل نوميسي في ازهانهم واكتبها على قلوبهم ربنا احب قلبك جدا عشان يكتب فيه كلامه عشان كده احباي تلاقي الكنيسة حطت حاجة جميلة خالص في القداس ابوني يصرق كده في وسط القداس ولك ايه اين هي قلوبكم او ارفع قلوبكم وعلى طول احنا نجاوب اه اسم الصليب حلوين نحفظين والداس حلو حلو خالص ابدأ فيه حاجة حد يحطه فيه طوبة ولا حاجة هل فعلا قلبك مع ربنا لما ربنا بيقولك اين قلبك بتقوله فعلا هي عند الرب فعلا ولا عشان حتة من الوداس بتقولها وخلاص واحد حد يقولها بصوت عالي اوي اوي عند الرب طب هل فعلا عند الرب اخي الجزة في اللوعظة بتاعتنا النهاردة هو تطبيقات العملية بقى ازاي نعيش حياة التدقيق بطريقة عملية وايه المجالات اللي احنا ندقى فيه واحدة بواحدة كده بسرعة برضو متخافوش حاجر جاري زي ما جريت في الاول حاجر يتفت في الثاني بيقول ايه اول حاجة دقى فيها حاول تدقى في وقتك ليه اول حاجة دي مهمة خالص لما تدقى في وقتك فكر دايما ان الوقت ده هو جزء من حياتك اكون مش يعني مغالي ابدا لما اقول ده هو حياتك كلها حيات الانسان عبارة عن وقت يعيش سنين يعيش قرون وقت فلازم اول حاجة دقى فيها هو الوقت ده هو ما تضيعش ولا حتى ديئة واحدة من حياتك تعمل فيها حاجة ملهاش معنى وملهاش لازمة ساعته لكن تبتعمل لا بقتل الوقت تقتل وقت تقتل وقت بتقتل نفسك لان حياتك هي وقت ازاي تقتل وقت ده كل ديئة لها حساب عند ربنا وكل ديئة لها حساب في حياتك ازاي تقتل وقت ازاي ما تضيعش ديئة من غير ما تعمل فيها حاجة مفيدة وزع وقتك كده هو بعدل كده في كل مسؤولياتك خاصة اللي عندهم مسؤوليات كتير يقول لك انا مش لايه وقت صدقوني حبيبي لو كل واحد نظم وقته هيلقي وقت يعمل حاجات كتير خاص فيه وقت كتير ضايع والاختراع اللي انتو عارفينه ده انا مش عايزة اقول اسمه اللي انتو عارفينه ده دايما بقوله بقوله في كل حتة الاختراع اللي انتو عارفينه ده هو لو حكموني فيه هرميهم كلهم في المحيط هرميهم كلهم في المحيط كل حاجات دي هرميها كلها في المحيط كده بضيع الوقت الواحد يعود يفتح الاسمه ده وينسى نفسه وينسى نفسه وينسى نفسه ما خلي بل كل حاجة اللي هو انا بقولش نستعملوش بس نستعمله بحساب وبتدريب وبدقة تدقيق ايش معه ده ما بدقاش معاه دقمع كل وقت انت اخي انت ضايعت وقتي النهارده طب وده ما ضاعش وقتك ده ما ضاعش وقتك بنقعد عليه بالساعات بالساعات والليالي صح مزبوط بس كفاءة كده كفاءة كده كفاءة كده الحتة دي بس يعني خليك دقيق في موعدك لو طول واحد انا اجيلك الساعة خمسة انا الساعة خمسة مش خمسة وعشرة عشان كده سوريا يعني انا سبب في الحكاية دي لما لونا تبدل انا الساعة تمانية نستجي الساعة عشرة تيجي الساعة تسعة الساعة ونوص احنا السبب عشان انا بابتدي متأخر ابونا بياخد راحته ابونا بيبتدي متأخر لأبونا هيبتدي في معاده انتوا هتيجي في معادكم هتيجي في معادكم في ناس بذول طبع في ناس باتجيب للمعاد هانا عارف دي وابليه باكسف وخش الكنيسة باكسف وابليه في الكنيسة دقف كل حاجة موعدة في كل شيء دقف موعدة خالص ودقى في نظام حياتك كويس او ولما اقول دقى في موعدك برضو دقى في موعد غيرك ماذيش مسلا توقع تتكلم مع واحد وتنسى نفسك ويمكن لواحد دوراه حاجة يمكن لواحد ده تعبان يمكن لواحد ده عنده مشوار او توقع تتكلم على التليفون مش عارف هو عنده فين ولا يعطف فين موضوعات الموبايل بيخلينها من عرش هو فين ممكن يكون في الشغل ممكن يكون تعبان ممكن يكون اي حاجة زي بدقى في موعدك دقى في موعد غيرك زي ما انت حريص على وقتك خليك حريص على وقت غيرك برضو خليك دقيق جدا في نظام حياتك خليك دقى في يوم الرب اللي هو يوم الحد دقى في يوم الرب اذكر يوم الرب ليه لتقدسه هل بنقدس يوم الحد في عندنا ابو نمسيو في الكنيسة عامل حاجة رزيزة خالص عامل كده يوم الحد ده يسموه ايه يسموه ايه ها تكنولوجي فري داي تكنولوجي فري داي يعني لمسك اللابتوب ولمسك الكمبيوتر ولمسك الموبايل ولا حاجة من ده كل يوم الحد ده مش بتاع الحاجات دي ده بتاع ربين اقرأ من الخلاقي الورق وقرأ من الاجبية الورق ورق من الانجيل الورق ما فيش حاجة تشدني تدقيق يوم ربنا يوم ربنا لكن انا بطلع مثلا اراية السنك صار مثلا على الموبايل وتيجي حاجة في السكة وعده بص فيها وانسا وشوال تكنولوجي فري داي يوم الرب تدقيق عايز عايز استفيد تعمل كده عند قوة ارادة هتعمل كده هتعمل كده التدقيق في الصلاة التدقيق في الصلاة صلاتة تكون بحرارة امين صليت صليت اه صليت لسه ما تكملش باسم الله بحد ما تكملش خنفران وصليت هل صلاتك بحرارة هل صلاتك بخشوع وقف شكلك يقدم ربنا فيه خشوع حاسب عدم استحقاق انت انا مين يا رب ده فيه واحد يعني ده بيسكت ملايكته عشان يسمعنا احنا ملايكة اللي بيسبحوا بيسكتهم استنوا الشعب بتاعت بيصلي فيه تلباط عايز يشوفهم عايزين ايه بيسكتهم بيسكتهم عشان يسمعنا ونحنقول بيسم القاب امين ما تكملناش حتى السرس القدوس وامين الصلاتك بخشوع الصلاتك بحرارة الصلاتك بايمان هل انت بتصلي متأكد ربنا هديلك فعلا لو انت عملت كده اؤكد لكم هاديكم تصدقوني هاديكم لو انت مؤمن ربنا هاديلك هاديلك يا حبيب هاديلك وانت في الكنيسة بتقف ازاي في الكنيسة بتدخل ازاي الكنيسة حتى لك حاجة مهمة خالص جدا انه هو اما انا في بكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجل قدامها اقول اسم اخاتك انا دخولي بس مجرد دخولي يا رب من الباب ده هو مش عشانا ما استحق ده من اجل رحمتك انت بس دقى في الشعور ده انا داخل ما بكنيسة اللي برده هو مش عشانا ما استحق ولا عشانا ما صاحب حق ابدا دهنا داخل من اجل كثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك مخافتك دقى في الحكاية دي وانت داخل الكنيسة لما يكون الانجيل بيتقري اوقف مكانك ما تتمشاش وتدور على مكان كلام الله بيتقري الشمس نادى في الاول وقال قفوا بخوف امام الله واحد بيتمشى يشوف حت يحط في المفتيح ومفتيش اخلا على الدكة يرمي على الدكة ومفتيح مفتيح ما فيش مفتيح وتمني دقى حبيبي وانت داخل الحاجات دي كلها بتكون في الاخر الانسان الروحي لو الانسان مدقى في حياته هيعيش مظبوط هيعيش صح هيعيش انسان روحي هيعيش انسان فعلا يشعر بربنا موجود في حياته يشعر ان هو موجود قدام ربنا يشعر ان هو هتناول جسم مسيح دمه يشعر كده اللي بدأه كده وقف في الكنيسة ازاي وقف تتفرج على الايقونات وقف تفصل اللي جنبك وقف ازاي وقعد ازاي واللي جنبك لابسة ايه وعمل شعرها ازاي بتعمل ايه بالضبط في الكنيسة بتعمل ايه في الكنيسة وبعدين في الاخرار فيه ليه بنزعل مع بعض ساعات عشان كل واحد عينه على التاني مش عينه على نفسه لا عينه على التاني اللي جنبك بيعمل ايه اللي جنبك بتعمل ايه عشان كده شوفت يا بونا بتعمل كذا وهي في الكنيسة شوفت يا بونا بيعمل كذا شوفت يا بونا بيقري في الكنيسة شوفت يا بونا بتعمل مش عينه في الكنيسة عشان كده بنستفتش من الكنيسة سبق ما عليش سمحون ما تعزمونيش تاني ما تجيبونيش هنا تاني بنخش الجنسة حيباق سدقوني مش مدقائين زي ما كنت خلين أي مكان عادي لأ أما أنا في بكاسترة رحمتك من أجر رحمتك بس أنت سمحتي يا رب أخش أنا ما استهلش ما استهلش ده داود بكل مجده وكل ملكه وكل قدسته اللي ربنا نشيد عنه قال فتشت قلبي عبدي ده وفا وجدته رجل حسب قلبي يقول أشتهيت أنا أعود على العتبة بات بربنا العتبة ويحب بنخش كده بكل ولا تكيف لا تكيف واطي لا تكيف عاي لا أصوت عاي لا أصوت واطي لا 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 صدقوني اللي وقف بالخشوع وقف في كنيسة ومشاعر كلها لا بيحس التكيف ولا بهوى ولا ببرد ولا بحر ولا حاجة بدا صدقوني ولا بيحس بالله حوالي فيه تأمل جميل مرة قد يشتكوا أن أنا بقى أحط بخور كتير في الشوري اللي مري جيرجس عارف الحكاية دي عني أحب 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 أحط بخور كتير في الشوري مش كتير أكثر من لازم طبعا بس أنا يعني بملة السبون بملة على الآخر مش حتين كده فقلت لهم ده في الحكاية دي البخور عبارة عن صلواتنا اللي مرفعوا قدام ربنا فيه بخور كتير وفيه صلة كتير واحد من الديسين تأمل وقال أن لما الوخور يزيد في الكنيسة ويملأ الكنيسة ومش عارفين مين اللي جنبي ده مين وده مين نعرفش ونتعرفش على الوجوه يبقى نقدر نركز على ربنا وقدسيه والسماء مش مشغول باللي جنبي دي ظاهرة حلوة في الكنيسة ظاهرة جميلة في الكنيسة دقا أنت في الكنيسة بتعمل إيه بالزبط أنت بتعمل إيه في الكنيسة التدقيق في الأفكار ما تتهونش أبدا مع الأفكار الغريبة الغير نقية ما حدي شاب الواحد يجيله فكر يقعد متلزس به كده هو هعمل دي وهسوي دي وهعمل دي وهسوي هعمل وهسوي ولا سمع أدس ولا تمتع بالأدس ولا شف الأدس ولا حاجة وروح البيت وتناوله كله تمام ما كانش فيه تدقيق للفكر مش معاني وقف البيت بيصلي وماسك الاجبية ومرة ينط سطر وينط مزمور وينط مش فرق مع خلاص مسكت الاجبية وخلاص فكر في الأفكار بتاعتك دقا فيها كويس قالي دايما فكرك نقي وحلو متعلق بربنا متعلق بالأدسين متعلق بالأسرار متعلق بنقوتك متعلق بطهرتك متعلق بقدستك متعلق بكده هو ده يقول كده بوليس الرسول بيفكرنا مستأسرين كل فكر ليه لطاعة المسيح كل فكرة عندك مش بتاعك ده بتاع المسيح مستأسرين كل فكر لطاعة المسيح هل فكرك مركز فعلا لطاعة المسيح لو عاملين كده كل يومنا عايزين نطيع المسيح أنا بأدسين أنا بأدسين التدقيق في الكلام دعي رب حافزا لفمي وبابا حاصينا لشفتاي كل كلمة تقول فكر فيها في الأول فكر شوي ما تقولش كلمة تلقي بسرعة كده حتى لو أقول لك ده بطيف في الكلام ده عمي على ما يرد علي بيطلع روحي ومش عيطل راح وقلح وبيفكر بس شوي في الكلام بيفكر في الكلام أبني يقول لكن بيفكر فيه مش أشاطرنا أرد بسرعة أشاطرنا أكون متأكد الكلمة تريحة فيه هتعمل إيه مصدرها إيه هتعمل إيه يقول لنا كده يعقوب الرسول لكن كل إنسان مسرعا في الاستعماء في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب تسمع كتير تتكلم قليل مش عايزوا لتغضب قليل تغضبش خالص تغضبش خالص التدخيق في المسئولية كل واحد في حياتنا وكل واحد فينا ليه مسئوليات لا يوجد كلام كل واحد ليه مسئولية مسئولياتك في الخدمة مسئولياتك في البيت مسئولياتك في الشغل مسئولياتك في الدراسة مسئوليات روحية مسئوليات مادية مسئوليات اجتماعية ليك مسئوليات كل واحد ليه مسئوليات بلا شك التدخيق في المسئولية بيقودك للنجاح لو تدخي في مسئوليتك لازم تبقى إنسان ناجح لازم ضروري لكن لو قال ليك يقال لي ماشي حالك دي ما تنجحش ما تنجحش يلي نجحك ضقتك في مسؤوليتك وخلي بالك لما أقول ضقته في المسؤولية مسؤوليتك أنت مش المسؤوليتك التاني شوف فلان ما أعملش ربنا ما أحاكم أو المسؤولي عنه ما أحاز Aufg لكن خليك أنت مسؤول وضقيك في مسؤوليتك أنت خليك دقيق في مقاومة الخطيئة كل يوم بنتعرض لخطيئة كل يوم كل لحظة خليك دقيق لك أنت تقاوم الخطيئة تخلي باقيك الأحسن تقع في خطيئة صغيرة أو كبيرة ما تنساش أبدا لما تهاجم الخطيئة وبعدين تقاومها لا خليك الأحسن ما تقعش في الخطيئة ما تنساش طبعا أنها قاومة مع أنها باسئة يعني فسقط كده على الماشي كده وقومها بعدين لا لو ما قمتاش من الأول هتغلبك تقاوم الخطيئة من الأول أذكر من أين سقط وقم الحتة البداية دي مهمة أول الفكرة وهي موجودة هنا قبل ما تترجم إلى عمل أنت تقاومها وترفضها يقولنا كده أقولي السرسول انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء تسلكونه بإيه؟ بالتدقيق أوعى تتساهل مع خطيئة التدقيق في الحركات أنتم هياكل الله ونروح الله ساكن فيكم جسمك بتحرك إزاي؟ بتمشي إزاي؟ بتقعد إزاي؟ تعود رجل على رجل في الكنيسة مثلا وفي ناس كبار من الموجودين في أي مكان برد برضو رجل على رجل أعط رجلك في الشوم بتعمل إيه؟ وانت ماشي وانت بترتل وتتهزي كده مع الترتيلة أنا صح حاش مش كده؟ حركاتك ماشيك بتمشي إزاي؟ فيه مشى كده وقورة فيه مشى كده الواحد يبقى خلع دراعه في ناحية والدراع التاني في ناحية وحاجات زي كده برضو كل ده بتقولي يا أبونا أنت متكبر مخك بتقولي على حاجات أحسنا كده لا هو ده هو ده الشخصية الروحية يا حبيبي الشخصية الروحية من الداخل ومن الخارج والداخل بينعاكس على الخارج لو أنت مليان من جوا لو أنت بدي أقب من جوا هنعكس على حركاتك وعلى مشيتك على كل شيء مشيتك ودخولك وخروجك ده انك انت قوعة تقلد كل اللي بان حوليك واحد يبس اميس احمر الموضة احمر ايه فيها ايه اميس احمر بقولش الاحمر غلطة لا انا بضرب مثل كده الموضة نحنا مش عرف نحلق شعران مش عرف ازاي لا مش هنحلق شعران كده لان احنا ناس متزنين احنا لينا احنا حباي مختلفين احنا مختلفين ليه لان احنا مساكن لروح الله الخدوس فلازم عمال روح الله الخدوس تبان علينا ما قلتش اي موضة موضة قصير البس قصير موضة دايق البس دايق موضة احمر البس احمر موضة قصة شعر مش عارف ايه احلاقه بالموس بماه لا مش ده مش احنا احنا لينا لينا كده لان احنا مساكن الروح القدس احنا مختلفين مختلف عن اي حد خالص في العالم احنا الوحيدين اللي فينا الروح القدس وفاهمين داي يمكن في ناس تعملت الابر بالرش ولا اي كلام بس ويجايز معرفش الروح قدس معرفش منيش دعوة لكن احنا فاهمين وتعلمنا كيس علمتنا كده نتيجة حلول روح اخذ جوانا احنا لينا حركات لينا كلمات لينا تصرفات لينا لغة لينا كل شيء يقوله كده لغتك تظهرك قاله كده بيطرس الرسول لغتك تظهرك كلامك ما كل ناس بيتشتب انا מה langue أقول لنا ليش دعوة كل ناس بتمشي كده كون الناس بتروح الكنيسة بالشرت ليش دعوة لاشتمر ايه مليش دعوة انا بروح الكنيسة ازاي انا بامشي ازاي انا بلبس ايه انا باكل ايه انا باعيش ازاي ده شغل انت انا لان انا فاهم كويس يعني ايه ان انا مسكن الروح القدس هاختم بآي هاختم هو خلاص انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء الانسان اللي بيسلك بالتدقيق هو الانسان الحكيم لكن اللي بدون تدقيق يبقى كجهلاء اخطيت زي كل مرة بقول اخطيت وسمحوني وبتسمحوني من البكم الطيب بتسمحون اخطيت اخطيت نشكر محبة تسابون على كلمة النعمة الجميلة ويريد كل واحد طبعا العزم مسجلة موجود على الويبصائت موجود على اليوتيوب بس كل واحد لما يروح البيت كده يحاول يكتب ايه اللي يفكره من العزة لو كتبنا كل واحد هيستفيد نختم السلامة وتسابونا يوزع لنا لؤمة البركة اشتركوا في القناة